كنت بتزعل لما كان يجي فترة كده يقول لك ده في الاهل كان الحراس ابناء عاملين كنت بازعل قوي كنت بازعل جدا كابتن شريف اكرامي ده 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 اليوم اللي انا احمد طاري سليمان ومصطفى شوبير انا اليوم وشريف اكرامي وكان احمد نادر السيد كمان في كان في المنتخب وقتها في البطول العربية بص الكلام ده فضل كده ايه الموضوع ده بيتقال لحد ما السنة اللي فاتت احمد لعب مباراة الاهلي مع مصر المقصة في الكاس واحمد عامل مباراة كبيرة جدا 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 الجنة اللي جابوا رام ربيعة ضرب الجزاء في الوقت الضائع في الآخر بعد المباراة دي كل السوشيال ميديا قالت ان لا احنا كنا زلمين احمد وكان بقوله ابناء العاملين وكل الكلام ده تقال لما مصطفى شوبير برضو ايه لعب وقدم الاداء ده كده قال لك طب انت كل ده كلب يتقال انا مش عايز اقول لك انا السوشيال ميديا دي كان بتشغل عليك كتير جدا وانت عارف لما طلعت احمد ومصطفى 2016 كله يقول لك ابناء العاملين ومتجاملين ما بنعرفش ان جامل الاهل ما فيش فيه مجملات انا بعرفش جامل ولا عارف اجامل ابني ولا عارف اجامل اي حد انا بشوف موهبة الواحد بيساعدها انما في موهبة في موهبة انما تيجي انت بقى اللي بيكتب ده مين يا سوز احمد ولا اللي قاعد ده ما انتش عافل لا بيفهم فكورة ولا ممكن يبقاش عنده وفي ناس بتفهم طبعا فكورة وفي ناس بتقدر الكلام ده نفسك احمد يرجع الاهل في يوم الايام انا مش يرجع الاهل ويقعد لا يلعب بره ويبقى عنده نسبة مشاركة عالية هي دي اللي هتوديه منتخب مصر وتوديه النادي الاهل تاني هو مع نسب مشاركته ولا يلا لسه سنة اللي فاتت عمل مباراة الداخلية مع المقاس او الابل اللي فات الداخلية مع سموحة افضل ما يكون فالماتشات بتجيب الحارس بذلك لما يبقى عنده الشخصية الشخصية دي بتساعد قوي فاحمد ماشاء الله يقول موهوب يقول عنده شخصية محتاج بس يلعب كتير مجرد بيلعب ماتشات كتير ويبقى فيه صبر اللي انا بقول عليه ما بقاش انت بتلعبه ومستنله خطأ او مجرد ما يخطأ تقعده ما الحارس مش يتلع موهبته في يوم او في مباراة او في اثنين او في ثلاث لا لازم تدله فترة تبدأ انت تشوف لقطة في الحارس ده فيبقى اقول لك الحارس ده عنده 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 قرار عنده شخصية عنده موهبة بس دي مش هتبقى في مورا هتبقى في عدد ماتشات كتير كافي ان انت تتلعب تحكم عليه زي ما حصل مع مصطفى شوبر كده